اشتركوا في القناة الوزراء الموقر إلى الطلبة الخريجين وتمنيات سموه لهم بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والمهنية وأكل سموه أن الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء الموقر وضعت التعليم في مقدمة أولوياتها إيمانا بأهمية العلم في بناء مجتمع عصري قادر على تحقيق النهضة الحضارية والتنموية على أسس مستدامة وأشد سموه بالسمعة والمكانة المتميزة التي حققها مستوى التعليم في مملكة البحرين بشقيه الحكومي والخاص والتي أهلت المملكة لتبوي الصدارة في مؤشرات جودة الأداء العالي في مجال التعليم والتنمية البشرية وجعلت من المملكة مقصدا للجامعات المرموقة والطلبة من كافة دول المنطقة ونوه سموه بإسهامات مؤسسات التعليم الخاص في الارتقاء بمخرجات التعليم وإعداد أجيال متميزة من الخريجين المؤهلين على أعلى المستويات للإسهام في خدمة وطنهم والمساهمة في مسيرة النهضة والنماء مؤكدا سموه أن الجامعة الأهلية شكلت نموذجا متميزا في مسار الجامعات الخاصة التي تواقب كل حديث وتسعى لتقديم أعلى مستويات التعليم من خلال الشراكة وتعزيز الروابط الأكاديمية مع كبريات الجامعات في العالم وأثنى سموه على جهود الرئيس المؤسس ورئيس مجلس مناء الجامعة الأهلية البروفوسور عبدالله الحواج وجميع القائمين على الجامعة ومنتسبيها من الأكاديميين والهيئة التعليمية ودورهم العلمي والأكاديمي متمنيا سموه للجامعة والقائمين عليها دوام النجاح والتوفيق ومن جانبه أكد الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية ورئيس مجلس مناءها البروفوسور عبدالله الحواج أكد أن الرعاية الكريمة لسمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة سوف تظل في ذاكرة هذه الأجيال من خريجي الجامعة الأهلية بمثابة الروح الخالدة في أدق شرائن الوجدان وأوضح الحواج أن الجامعة الأهلية وبفضل الدعم لا محدود من الحكومة المؤقرة قد خطت خطوات عديدة على طريق التطور والإنجاز وقطعت أشواطا بعيدة في سلالم الجودة والإدراج المؤسسي والبرامجي منوها بتحقيق الجامعة المركز الأول بين أكثر الجامعات العربية صعودا وتقدما والمرتبة الخامسة والثلاثين على أكثر من ألف جامعة في الوطن العربي وذلك في أحدث تصنيف عالمي صدر من مؤسسة كيو إيس البريطانية للعام 2018 حيث يؤكد هذا الإنجاز الكبير على أن دعم الحكومة المؤقرة للجامعة الأهلية لم يذهب إدراج الرياح حيث أثمر وأنجب وعطى وقد تضمن حفل التخرج الذي يحتوى تخريج 400 ألف طالب وطالبة ممن عنهم متطلبات برامج الماجستير والبكالوريوس من كليات الجامعة الأهلية الخمس بمختلف تخصصاتها وقد حضر الحفل لفيف واسع من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال السلك السياسي والدبلوماسي المعتمدين وأعضاء مجلسي الشورى والنواب وعدد كبير من رجال المال والأعمال والأكاديميين والشخصيات العامة وعدد كبير من أساتذة الجامعة وطلبتها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة